اشتركوا في القناة جاءت في سطور قليلة لكن الحاجة إلها عظيمة في هاي الأيام اللي كثر فيها الارتداد في العالم هي رسالة يهوذة من موضوع حلقتنا اليوم فاصل صغير ونرجع لكم خليكم معنا أهلا وسألا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بين طيات الكتاب البرنامج الذي يعرفنا بأسفار العهد الجديد موضوع لحلقتنا هذا اليوم هي رسالة يهوذة ومعنا في الستوديو خادم الرب القسي سامر حدد كيما نتعرف على هذه الرسالة قسي سامر أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم ممكن في البداية تحكينا عن المكان الفريدي لهذه الرسالة بين رسائل أو العهد الجديد كما اختار الروح القدس القديس لوقة أن يكتب سفر أعمال الرسل سفر الروح القدس ونرى المسيحية في أوج عطاءها في بدايتها أيضا اختار رسول يهوذة ولكتابة سفر يهوذة وهو سفر المرتدين وهذا السفر ما قبل الأخير في الكتاب المقدس قبل سفر الرؤية وكان يهوذة يفضل وأراد أن يكتب عن التعليم المشترك في الإيمان المسيحي بينه وبين قارئيه ولكن بسبب دخول التعليم الكاذبة في هذه الفترة اضطر الرسول يهوذة بأن يكتب لنا هذه الرسالة لكيما نحافظ على الإيمان المسلم لدينا المسلم مرة من القدسين يهوذة لا يجامل في هذه الرسالة كأنما قصد أن يطلق العنان للتحدث بصراحة حتى يفضح هؤلاء الهراتقة المعلمون الكذبة وأخذ من الطبيعة أمثلة كما أخذ أخوه يعقوب من الطبيعة وأخذ من العهد القديم إثباتات أيضا ونجد هذا في الرسالة ونرى اللغة الصارمة في هذه الرسالة ونرى فيها ثلاثيات مثلا يقول عن الشرور الثلاثة في العدد 11 هذا مثال أنه يستخدم ثلاثيات ويصف الحياة بفيض ولا ينسى أي أمور يتعداها هيك مرور الكرام الكنيسة مديونة للرسول يهوذة أزاء برقةه الجميلة التي يختتم بها رسالته إذا نرى نهاية الرسالة نهاية جميلة هذه الرسالة تبدو رسالة قصيرة للقارئ ولكن الحاجة إليها عظيمة في أيامنا هذه التي يزايد فيها الارتداد انظر ماذا يحدث حولنا هذه الرسالة هي رسالة أعتقد ليس فقط رسالة أيام يهوذة بل رسالة الأيام هذه ونحن نعيش في آخر الأيام وعلى فكرة هي كتبت قبل رؤية يوحنى اللهوتي وهي مقدمة إلى رسالة رؤية أتى ما كانها جميل في الكتاب المقدس قبل رؤية ممكن نحكي لنا أكثر عن الكاتب كاتب رسالة يهوذة طبعا الدليل الخارجي اعترف أباء الكنيسة لأن يهوذة هو الكاتب والدليل الداخلي نرى في يهوذة الأصحاح الأول ونقرأ يهوذة العدد الأول ويقول يهوذة عبد يسوع المسيح وأخه يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح وهذا هو يهوذة الذي كتب أخ الرب ولكن من هو يهوذة بالزبط نعرف أكثر من يهوذة في الكتاب المقدس كان يهوذة واسمه بالعبراني يهودة بدون النقطة على الدال اسمه كان يهوذة معروف مألوف في العهد القديم ومألوف في الديانة اليهودية وفي الأوساط اليهودية وفي سبع رجال ذكروا في الكتاب المقدس أسميهم يهوذة ولكن اقترح ثلاث أسماء أنهم هذول أخ الرب في هذه الرسالة خلينا نأخذهم واحد واحد أول شيء الرسول يهوذة فيه رسول اسمه يهوذة مش يهوذة الإسخريوطي لأنه يهوذة الإسخريوطي برضو رسول كانوا اثنين رسول واحد من التلاميذ واحد انتحر بسبب تسليمه للرب يسوع المسيح وظل أن الرسول يهوذة ولكن إذا منروح على العدد سبع طعش ونقرأ يقول وأما أنتم أيها الإحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسول ربنا يسوع المسيح فهذا ليس هو يقول عن الأشخاص الآخرين رسول وهو هنا لم يذكر نفسه أنه رسول وهذا هو رسول فهذا مستبعد هو الكاتب ثانيا في يهوذة القائد الذي أرسل إلى أنطاقيا برفقة بولوس وبرنابة وسيلة ونرى هذا في أعمال الرسول الأصحاح 15 و 22 ولكن لا دليل أنه يربط هذا الشخص بهذه الرسالة ويبقى عندنا يهوذة وهو أخو الرب يسوع المسيح في الجسد غير الشقيق وأصغر منه سنا وأخو يعقوب وهو المرشح لهذه الرسالة وهو كاتبها وهو يتشارك مع الرب يسوع المسيح في الجسد ومع يعقوب في استعانته بوسائل توضيحية من الطبيعة وبأسلوب واضح وحيوي ونحن نقول أنه هو يهوذة كاتب هذه الرسالة المشارئة ولكن قسيس يهوذة نرى أنه هنا في الرسالة لم يذكر أنه هو أخو الرب بل قال يهوذة عبد يسوع المسيح نعم يهوذة ومثله الرسول يعقوب كان متواضعا جدا والرسول يعقوب كان متواضعا جدا وحتى لا يستغل علاقة الطبيعية الجسدية مع الرب يسوع المسيح في الجسد عندما تجسد وأخذ صورة جسدية ففي نهاية المطاف تبقى القيمة الروحية هي علاقتنا بالرب يسوع المسيح فأعطاء الإلوهية ولم يقل أخو الرب لأنه أعطاء القيمة الإلهية ألم يقل المسيح لأن من يصنع مشيئتي أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي عندما أتوا إليه وقالوا له أخوتك هنا وأمك هنا يريدونك وقال من هو أمي وأختي الذي يسمع كلامي ويعمل مشيئة أبي الذي أرسلني في متى 12.50 وكذلك له المجد علم في مناسبات أخرى أن من يسمع كلمة الله ويعمل بها هو مغبوط ومبارك أكثر من أقرباء الدم المقربين إلينا ورفضوا في قريةه عندما أتى وفي هذا نجد في لوق الأصاح 11 والعداد 27 و28 ويهودة على غرار يعقوب أخذ أيضا مركز العبد قال عن نفسه عبد وهذا قمة التواضع نرى أن الاثنين لم يكونوا يؤمنوا بالرب يسوع المسيح قبل القيامة ولكن لما قام الرب يسوع المسيح من بين الأموات وظهر إلى يعقوب ومن هنا كان إيمانا فاستحوا خجلوا أن يذكروا ولم يدخلوا حياتهم الجسدية بالحياة الروحية في هذه الرسالة قد تحكينا هل كان يهوذة متزوجا نعم كان يهوذة متزوجا وكان أيضا يصطحب زوجته معه خلال سفراته التبشرية وهذا نجده في قرنثس الأولى والأصاح التاسع والعدد الخامس يقول بولوس الرسول ألعلنا ليس لنا سلطان النجول بأخذ زوجة كباقي الرسل وأخوة الرب وأخوة مين الرب وصفه لقد أحضر أحضر أحفاد يهوذة يقول التقليد الكنسي إلى الإمبراطور دومتيان بتهمة كونهم مسيحيين لأنه عندما تكون مسيحي هذه تهمة بحد ذاتها ولما رأى الإمبراطور خشونة أيدي أولاده أطلقهم لأنهم كانوا جراء حراسة الأرض على مدى سنوات أطلقهم لأنهم يعتبرهم يهوذ لا يؤذون أحد ممكن تحكينا زمن كتابة الرسالة ولمين كتبت الرسالة؟ طبعا كتبت الرسالة قبل دمار أرشريم وإلا لكان قد ذكر عن دمار أرشريم مع أنه ذكر خراب سدو معمورة كمثال دينونة الله بالنسبة للفجار وكتبت إلى المؤمنين الذين كانوا قبلا يهود أو أمم وهناك تشابه قوي بين رسالة بطرس الثانية وهذه الرسالة لأنهم الاثنين بتكلموا عن نفس المعلمين الكذبة لنفس اللي ذكرهم الرسول بطرس في رسالته عشان هيك يرى بعض الدارسين أن هذه الرسالة كتبت بسن 68 إلى 70 ميلادي ممكن قسيس تحكينا ما هو موضوع هذه الرسالة؟ رسالة يهودا؟ غرض الرسالة هو تحريض المؤمنين على الثبات في الإيمان المسلم مرة للقديسين ودينونة الأشرار والتي سوف تضم في النهاية البشر والملائكة أيضا الذين سقطوا ومن جانب يشير إلى النبوة التي في الرسالة الثانية للقديس الرسول بطرس إذا مروا على الرسالة الثانية للقديس بطرس في نبوة ذكرت عن خراب سدوم معمورة كمثال لديمونة الله للفجار ومن جانب آخر يحذر الرسول الكنيسة من المعلمين الكذبة والمزيفين ممكن تحكينا سمات المعلمين الكذبة أولا اتسموا بالآتي أولا أنهم أفسدوا الإيمان المسلم مرة للقديسين وهذه مشكلة خطيرة ثاني أنكروا وجود الله الآب والرب يسوع ثالثا الافتراء على الملائكة ورابعا إنهم متعجرفون هؤلاء ولا يخضعون للكنيسة وأيضا يصفهم فاسقون فجار إباحيون يطلبون لذاتهم أنانيون يطلبون ما لذاتهم وليس للغير تسللوا إلى اجتماعات الأخوة اجتماعات المؤمنين يحولون نعمة الله إلى الدعارة شكرا قسيس ولكن سنكمل حديثنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين إذا كان لديكم أي سؤال أو أي سفسار لا تنسوا أن ترسلنا على البريد الإلكتروني الموجود في أسفل الشاشة فاصل قصير ونعود أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى من بعد الفاصل في برنامج بين طيات الكتاب قد تحدثنا قبل الفاصل عن سمات المعلمين الكذبة وسنكمل حديثنا الآن مع قسيس سامر قسيس مثل معرفنا في رسالة يهودة كان بتكلم عن الارتداد في حتى في أيام ودخلوا ناس رجال دين فرجوا للناس أنهم في الكنيسة ولكن كانوا هم مرتدين فممكن تحكينا مصيرها والمرتدين عن الإيمان أولا المرتد هو شخص لم يقبل المسيح في حياته ولم تغير نعمة المسيح في حياته الشيء فهو مؤمن غير حقيقي يذهب إلى الكنيسة وممكن يكون اتعمد ولكن يتخلى طوعا عن الإيمان المسيحي ويقوم أيضا بإنكار المخلص وينكر روهية السيد المسيح الرب يسوع المسيح وعمله الكفاري على الصليب وقيامته بالجسد وأي تعقائد خلاصية وأساسية أخرى فالمسألة مش بتعلقة بأمر أنه تهاون أو فتور روحي قل لنا ندخل بفتور روحي ولكن وإن سقط أقوم من جديد وأقوى من أول هي قال الرسول بورس أولا المرتد لا يشعر بوخز الضمير عندما يخطئ وهذا الفرق بين المرتد وبين المؤمن الحقيقي لا يقتصر الارتداد فقط على إنكار المخلص كما فعل بطرس مثلا بطرس كان مؤمن حقيقي ولكن وقع تحت ضغوط وأزمة فترة من فترات حياته وكان يحب الرب فعلا من كل قلبه وبرهن على صدق إيمانه ولكن بتوبته والرجوع إلى الرب يسوع من أول وجديد وبالمقابل نجد يهوذة يهوذة الأسخريوطي مرتد ادعى أنه تلميذ وكان يمشي مع التلميذ ورافق من؟ الرب يسوع المسيح في الجسد على الأرض ثلاث سنوات وكذلك خدم معه وتواجد معه وكان كأمين صندوق لجماعة التلميذ ولكن ما لبث به في آخر المطاف أنه كشف عن ذاته الحقيقية بإنكاره للرب يسوع المسيح من أجل ثلاثين من الفضة ولم يتب عن الموضوع ولكن ذهب وانتحر وهذا هو الارتداد ولكن إلى أين يقود الارتداد الشخص؟ هل ممكن صلوات المؤمنين ممكن تساعدوا في الموضوع؟ الارتداد خطية تقود إلى الموت والكتاب واضح في هذا الأمر ولا تؤثر صلوات المؤمنين فيها بشيء شوف في يحنى الأولى والأصحاح الخامس والعدد 16 بالجزء الثاني إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت فإذاً في خطية للموت يطلب فيعطيه حيال الذين يخطئون ليس للموت توجد خطية للموت ليس لأجل هذا أقول أن يطلب فإذاً في خطية للموت ولكن الرسول يحنى يقول أطلب من أجل الخطية التي ليست للموت المرتد أخطأ وابتعد عن الله من غير الممكن أن نجدد المرتد عن الإيمان هيك يقول الكتاب لأنه يصرب لنفسه ابن الله ثانية ويشعره وهذا نجده في رسالة عبرانيين الأصحاح السادس أعداد من أربع على ستة وهذا جواب للذين يقولون المؤمن لا يرتد صحيح إذا كان الشخص المؤمن هو مؤمن هو ممسك بالمسيح ولكن ما هو عمل إبليس أن يظل ولو أمكن المختارون عمل إبليس أن يظل للمؤمنين ويقول أن الذين استنيروا مرة استنيروا مؤمنين وذاقوا الموهبة السماوية عندهم مواهب بتكلم لمؤمنين وصاروا شركاء الروح القدس يعني ذاقوا موهبة الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي كان عندهم معجزات معجزات شفاء ممكن أي معجزات من المواهب وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه فبالنسبة للذين يخطئون طوعا بعد ما أخذوا معرفة الحق يقول في عبرانين 10 26 27 لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغيرت نار عتيدة أن تأكل المضادين مصيرهم واضح في بحيرة النار المتقدة وكانت بذور الارتداد زرعت منذ أوائل عهد الكنيسة الارتداد ليس فقط الآن بلشت الأمور بدخول التعاليم على الكنيسة وحذر منها بولوس الرسول شيوخ كنيسة أفسوس أنه بعد ذهابه سيدخل بينهم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ويتكلمون بأمور ملتوية ليجذبوا إليهم الناس ويجذبوا التلاميذ أيضا وراءهم وهذا نجده في أعمال الرسل أصحى عشرين والأعداد تسعة عشرين وتلاتين ويحن أيضا تحدث في رسالته الأولى عن أضضاد المسيح الذين كانوا وين داخل الجماعة داخل الكنيسة المسيحية ولكن سرعان ما أظهر عدم صدقهم بالخروج منها وبتخليهم عن إيمانهم وهذا نجده في يحن الأولى الأصحاح الثاني والأعداد الثمنتاش وتسعطاش وأيضا في تسالونيكي الثانية والأصحاح الثاني والأعداد من اثنين إلى أربعة نتعلم أن ارتدادا عظيما سيحصل أيضا قبل حلول يوم الرب وهذا الذي يقوله في رسالة يهود ويحذر من هذا الارتداد خلينا نأخذ بعض الأمثال من رسالة يهود عن الارتداد نعم إذا كان الرب يسوع المسيح قد أخبرنا عن الارتداد الذي سوف يأتي قبل مجيء الأخير وهذا محاولة سيقدمها عدو الخير حتى يصطاد ولو أمكن مثل ما قلنا المختارين صحيح فأن الارتداد هي حرب مستمرة بدأت قبل مجيء الإنسان حيث ارتد رئيس الملائكة لوسيفر الذي أصبح إبليس مع ثلث الملائكة وجرهم محو وارتدوا عن الإيمان بتمردهم على الله وتتزايد الحركة عبر العصور حتى تبلغ ضروتها يقول في أيام ضد المسيح وهنا بورد عندنا يهوذة ست حركات ارتداد وجابهم أمثلة في رسالته وأول حركة هي شعب الله إسرائيل ونقرأ في العدد الخامس فأريد أن أذكركم لو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا فكان هنا عندنا عدم إيمان وأيضا بالعدد السادس يتكلم عن الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم وهنا عدم حفظ النعمة الكبرياء الذين تمردوا وأيضا إذا نذهب للعدد السابع يتكلم على سدوم وعمورة والمدن التي حولها والتي نرى فيها النجاسة والفساد وهذا هنا كان الارتداد أيضا أيضا يتكلم عن قايين الأصحاح بالعدد 11 ويل لهم لأنهم سألكوا طريق قايين جابوا مثل وهو انتمرد إرادة ذاتية أيضا يتكلم على بالعام بنفس الأصحاح هو أصحاح واحد ولكن عدد 11 وأنصبوا إلى ضلالة بالعام بالعام هو محبة المال ويقول لأجل أجرى وهلكوا في مشاجرة قورح جاء مثل قورح وهي شهوة السلطة التمرد على النظام الكنسي التمرد على الكتاب المقدس أيضا هل ممكن تعطينا مقارنة بين المؤمنين والمرتدين نعم رسالة يهوذة قارنت بين المؤمنين وقارنت بين المرتدين المرتدين أولا يرفضون شمس البر عمليا وهذا نشوفه بالأصحاح 13 و14 بس لذيق الوقت لا نستطيع أن نقرأ الأعداد وأما المؤمنون يختبرون عمل الثالث وهذا نجده في الأعداد الأول والعدد 20 والعدد 21 المرتدون يختفون في الكنيسة موجودين جوه الكنيسة عدد 4 تائهون مش عارفين وين حالهم بالعدد 13 المؤمنون يختبرون الحياء الكنيسية وهذا في العدد الثالث المرتدون خياليون عندهم أوهام دخيلات محتلمون وعدد 8 المؤمن نرى يترقب مجيء المسيح وهذا في العدد 14 و15 وعدد 20 المؤمن المرتدون مفترون العدد العشرة في العدد 20 يقول المؤمنون أناس صلاة العكس هؤلاء محبون للمال عدد 11 بينما المؤمنون محبون للأخوة في العدد 22 بلا مياه نعمة ولا ثمر الروح في العدد 12 المؤمنون يشتهون الخلاص وخلاص الغير بدون يخلص وغيرهم وهذا نجده في العدد 23 الأشرار هم شخوانيون غير المؤمنون 15 إلى 19 يفكرون بالجسد ولكن المؤمنون هم طاهرون في العدد 23 الأشرار دائمو التذمر في عدد 16 وهذه أمثلة جميلة ذكرها الرسول يهوذة في رسالته ممكن قسيس تعطينا الآية المفتاحية في رسالة يهوذة نعم نجدهم في العدد 20 و21 ونقرأ وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية هل بتحب تشارك المشاهدين في كلمة أخيرة برسالة يهوذة نعم إذ نخترب من سفر الرؤية رؤية يحن اللهوتي وهو يعلن مجيء الرب القريب وعلى الأبواب فنشترك مع مسيحنا القدوس في مجده الإلهي وتحذرن هذه الرسالة يهوذة من الارتداد عدو الخير إبليس لا يعرف الراحة ويريد أن يجرب إليه أكبر عدد ممكن إلى مملكته ويدخلوا فيها ولكن من هذه الرسالة تعطينا القوة قوة المؤمن الجبارة في مواجهة هذه المعركة الذي يبث روح الارتداد في نفوس المؤمنين شكرا قسيس أعزائي المشاهدين مثل ما شفنا رسالة يهوذة هي رسالة حتى نكتشف الارتداد ونعرف أنه يعلم ضد المسيح وأن نستعد لمجيء ربنا يسوع المسيح مرة أخرى على سحب المجد إذا كان لديكم أي أسئلة أو أي استفسارات لا تنسوا أن ترسلنا على البريد الإلكتروني الموجود في أسهل الشاشة ولن لقاء في حلقات أخرى من برنامج بين طيات الكتاب والراب يبارككم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة